بسم الله الرحمن الرحيم نبدي بشرح المحاضرة مع البراثتك لها الامبريشن فور كومبليد انشاء طبعا هي اكو محاضرات قبلها فاتون من دزيتهاي فرح نبدي بيها احنا بس اكو اشياء قبل هكو نوضحها قبل ما نبدي بهاي المحاضرة شده يحكي هو الاسبيشال تري او يسموها الكوستوم تري فهس خلي نعرف اوشي شن يالاسبيشال تري وشنو فايداتها يعني حتى نفتهم الخطوات اللي راح يجي وراء والحشر راح ينذكر بالمحاضرة فالمراجعة بسيطة يعني شون صارت الاسبيشال تري اكو هيشي تريات موجودات بيعوهم بالشار يعني باي محل شارع شنو يعني اي مكتب مستلزمات اسناني يسموها كومبليد انشر تري ما الكمبليد انشر هاي التري شيسموها ستوك تري تجي سايزات ميدي سمول وميديوم ولاج بس هاي شنو يعني سايز واحد يعني هيش اقصد يعني مثلا بس ميديوم لارج هاي مو خاصة لهذا البيشينت هتشو تنباع وانا ما يسموها ستوك تري اكو بلاستك طبعا انواع يعني اشكال فموجودات تجو على شكل تريات احنا ناخذهن نحط بيها في المادة امبرشن كنباوند المهم وناخذ امبرشن بيها هاي شي سموها الامبرشن سموها برايماري امبرشن هاي بناسبة ذهن التريات ينباع عن السخن بس وياي انا بدناعرف الاستبات شلون وشاول راح نصل لديش هاي ناخدها يحط بيها في الامبرشن كنباوند وناخذ امبرشن هاي الامبرشن اللي اخذناها يسموها برايماري امبرشن ماشي نصبها طلعتنا امبرشن نصبها حيطلع عنا كاست شي نسمي سموها برايماري كاست سلحد ديان واضح زين على هذا الكاست راح نحط فدمواد كولد كيور اكريليك لايت كيور اكريليك يعني انواع مش نكباونها ما يستعمل المهم بس اكثر شي كولد كيور اكريليك كولد كيور اكريليك ونفس اللي سويتو بيقيتو تري سبيشال تري تم سوين اكيد هذا يعني وصلتوا لهذه المرحلة يعني بعدها بالبداية هاي فتسوين هاي سبيشال تري تحطون كولد كيور تخبطوه ويعني بوني مور وبوني مور وتسوين الدابتد يعني على كل الرج وتسرعتكم سبيشال تري او لايت كيور لايت كيور شنو هاي هاي نفس الكلد كيور بس تيجع على شكل شرائح سيمكن اكري صورة هاي تيجيجع على شكل شرائح هاي شنو تحطوها على الكاست نفسه البرايماري كاست كل دي نحجيحنا البرايماري كاست اللي طالع عنا مين اللي طالع عنا من البرايماري امبرشن المهم فتحطون هاي الكولد كيور اللي تكملتو كله زيان تحطون عليها ضوء ابيض هو اكو جهاز خاص بس تقدرون تستعملون اي قلوب قبل السيد يعني ما يهتاج ديش اكوكيت ولازم نستعجل ما درشنو اللي هي الكولد كيور يعني في الشي حلو هادو المهم فها شنو الكولد سوناها وين على هادا كاست اللي هو هادا البرايماري كاست اخذنا بامبرشن برايماري امبرشن سبوناها طالع عنا برايماري كاست ماشي على برايماري كاست نسوي الاسميشال تري الاول اسموها الكاست تحطوها هنا وتسوي الوسف سواء سميشال تري سعرفنا شون جتي 穷 السميشال تري جتي من البرايماري كاست زيان نساف نستخل نستخيل نستخeleration بيها اي باشن ان هذه اتército اكيد فقط لهذا الباشن لان الكاست اللي طلع لي هو متى هذه المعرض يعني شكل الريج وشكل المالت من هذا البشيء يعني الماكزيلا والماندبل خاص بهذا البشيء فإحنا سويناها لشتماعيها special يعني خاصة لهذا البشيء إذن حصلنا الـ special tray عرفنا شو حصلنا الـ special tray هاي الـ special tray ناخذ بيها impression يعني حالة حال أي impression بالبداية ناخذ impression انصبها شو راح يطرأ لنا راح يطرأ لنا الـ secondary cast هذا أو يسموه master cast هو هذا الأصلي هذا اللي خاص بالpatient with detail يعني ذلك صحيح شان خاص للpatient primary cast هذا هم خاص للpatient بس ما بي detail لش نفايدة نزيد خطوة يعني لش ناخد impression مرتين على مدى نطالع more detail زين حس عرفنا شان صارت ال special tray نرجع هاي ال special tray هو كاتو الكياه individual impression tray made on cast نسويها على cast recovered from primary impression يعني حصلنا من ال primary impression it use هاي ال special tray على موجهنا حصل it use in making a final impression او secondary impression نفس الشيء المهم بس خلو نكمل advantage of the special tray يعني شنو فايدة ال special tray بس نكثر وقت على patient هاي لا طبعا لا كلش مهم ومفيدة هم يعني more accurate impression وكاتب لكته comfortable to the patient ديشة كانت كلش شبيرة يعني سمريد نشتغل بعيد ومدري شنو رأس حجمة شبيرة هنا راح تجي comfortable وشري ناسكة economy يعني ما ادري بعضها economy بعضها لا حسب المواد بس يعني واحدة من النقاط المتيرة راح نستخدمها على مودة نسوي ديشة كانت كلش وليتكيور وليتكيور وهذا سيلاك بيس بلاي تماني شنو هذي شيري ما عارف اي فلمان هم فادي ما ادكريوها بالانترنت تطلع لكم ابرشن كمبان همين يستعملوا مرات مرات بس اكثر شي هو اكثر شي كلش وليتكيور زين هسه هاي ال special tray اكونوا عين يعني حت نقدر نسوي بيها سموها ال space space tray وال close fit شوني فرق بيناتين ال space tray هذا البرايمري كاست نحط عليه شيت من ال واكس نفس ال واكس اللي رادة تستعملوه شيتات مع ال واكس نحط عليه شيت من ال واكس ارق من هاي طبعا او حتى اذا هي هاي نفسها شوي تنضغط المهم نغطي المنطقة اللي راح نحطها كلها بشيت واكس ما نصل لل border يعني البوردر ما نغطي فقط الرج واذا بلت بلت وياها فنغطي اش اسمه بالشيت مع ال واكس خوش وعلى الشيت ال واكس نسول هاي ال special tray هي من اسمه space tray يعني اكو جواها space فراغ بعدين مستقبلة مرح نطلع ال special tray هذا ال واكس نشلعه نوخره لوي جوارات ويا ال special tray مرح تضلعه على الكاس المهم نشلعه نوخره اش صارت special tray مو كلش فتويا يعني اكو فد space فراغ هذا سميناها space tray يعني على مدى نحصل فد space وناخد به بعض الشيء اسم اريد اطولها عليكم اسم اريد اطولها عليكم اسم اريد مهم من اسره يجي عندنا اذا نقدر ناخد فد مواد اخرى يعني يقدر تشغل حيز يعني تاخد فد space مثلا الجينيت هفي بادي يعني يجح السوال فدني كفن هنا ناخد الكلوز فت هاي من اسمها خلوز فت فت ضبط تيجي عليها وكلوز كل شيء عليها على الكاست هذا الكاست منحط واكس شنسوي نحط سبريتك ميديا طبعا سبريتك ميديا اي سبريتك ميديا حتى لو زاهي نحطون زاهي هنا مثلا صار سبريتك ميديا وراها تسوون هاي الهدس ويشال تري هذا الاني ثنيا نسويها عليها يعني مباشرة نسموها close fit منسبة close fit اذا معناتها كلش قليل space عدنا على مودي نستعمل مواد يعني متاخد حيز light body مثلا هاي هناك هاي هناك هاي نتاليك اوكسيد مثلا هاي شي زين هي هاي الكلوز فت اكو طريقة اللي احنا سوناها قبل شوية قلنا شوان نسوي تخبط cold cure او light cure وتخطها اكو الطريقة ثانية على مودي نسويها الكلوز فت يسموها sprinkle on technique هاي شنو فكرتها هو معدنا باودر وليكويد ونفس الطريقة امرتكم بس تخبطوه مثلا بقلاس وحايت وبعدين تجون تحطوهن منيصر عبارة عن مثل الجيل او جيلاتيناية شوية تجون تسوي العداب تدعى على الكاست ونتكملوه هذا لا مو اكو باودر وليكويد خوش الباودر كأنما مملحة نرشه على الكاست اللي محطينا على سبراتيق ميديا نرشه على كل المكان زين هسيش صار عندي صار عندي كاست على سبراتيق ميديا وعليه باودر مرشوش رش نجي بعدين نقطر بالمونيمر يعني الباودر هو عبارة عن بوليمر نجيس المونيمر نقطر به اللي هو الليكويد انا اقصد به الليكويد رح نقطر على هاي الرذاذ اللي اللي مالت الباودر قطرة هنا قطرة هنا رح يسييت واحدة مكانة ما يحتاج نخبطها بقلاس يعني رح يسييت واحدة ويصير يعني يفت فيعك يقولك هاي ما رح نخسر مواده هواية يعني هناك مثلا ما نسوي ما تعرف شقد تسجلس كمية هواية وصار عندك ويستي برادك بينما هنا لا يعني تعرف شقد موجود كله قدامك يعني راش هاي التكنيك اللي اتشعلي يعني شو رح نسوي لها للسبيشال تري أصلا نحن قلنا شو في هادئة للسبيشال تري قلنا على مودة أكيوريت وكاتوي لكننا على مودة أكيوريت أكثر وعلى مودة كومفيرتبول يعني شنو أكيوريت يعني رح تطينا ديتيال أك أحسن مواصفات أحسن زيد فشنو أشياء رح نسوي بها حتى نقدر هاي الاسبيشال تري البوردر داير مداير يعني داير مداير حبل كل هن ذني هاي البوردر يسموها هاي ما الأبر هاي ما اللور دا شوفوها مو كلش جاية فتوية الكاست يعني ما ناس للي يجو الاسبيشال تري النقصها توم الليم نشيل منها توم الليم داير مداير من البوردر من البوردر نشيل توم الليم ليش نشيل توم الليم لأن رح نحط فهد مادة وسترح نصال لها المهم ان شو التوم اللي منعدها امتدادها وين المفروض توصل لي للبوستيريار ايريا يعني بن لور مثلا تروح للروتراموالرباد وجوه لور قصدي الابار توصل للبوستيريار ايريا يعني بوستيريار بليتل ايريا ما ادري موجودة لا لا مثلا هاي بوستيريار بليتل هاي هنا اخر شي من البلعوم مفروض توصل لي لهاي المنطقة يعني زين قل لك لازم رجي دو سخينة يعني سخينة مو مرنة وقوم تطي من نفسها يعني بحيث ما تقدر تاخد بها امرش يعني تتعوجوا هالسوال في هاي ما رح تطييني اكيورايت شوني فايدة لعاد وانا ريد غير بيها رجيدي شوية الثكنة وقل لك ما الفلاجها القيادة المهم يعني حتي ادركوا بعد الهاندل الهاندل شوني احنا مو رح نسوي بها هاندل سوينها هاي مثلا هاي الهاندل يقولك لسا مثلا كدش طويلة او نازلة لي جو بحيث انترفير يعني ويا الليب مثلا ترفع لك الليب او ويا اللور ويعني تقوم تعارض شغلك خلال العملية بنتاخذ امرشين او هو الماث تقوم تسوي له مضايق ايلا يعني بالهاندل مو شي شو ما كانت سويها ولازم اسموث اكيد عبو ما تسوي لفاد انجري لت الماث المالباشينت زين هسا حصلنا سبيشال تري ناخذ بها فاينال امرشين نحط فاد مادة وناخذ امرشين شنية المادة كاتبي لك الماتيريا يوز زينك اوكسايد ايوجين مثلين امرشين بلاستر يعني مو بلاستر هذا العادي لا امرشين بلاستر هذا الاستومير اللي هو بولي سلفيت والبولي ايثر وسيليكون جماعة السيليكون يعني وكواكس فاد نوعي من الواكس المهم اكتر شي يستخدمون زينك اوكسايد ايوجينول وال سيليكون سيليكون امرشين هايوان نحطها نحطها بالسبيشال تري وناخذ امرشين ماشي زين شوية راح زمن لاحظ فالشغلة اهنا بلناخذ امرشين يعني فاينال امرشين مو قبل نحط المادة وناخذ فاينال امرشين هس راح ناخذ فالطريقة شون شون نسوي قبلها قبل هاي الخطوة بس خلنمش على تسلسل المحاضرة حتى ما ميصر كنفيوجين اتكم شون ناخذ امرشين اكتر طرق اللي ناخذ بيهن امرشين طريقة يسموها ميوكوستاتيك امرشين تكنيك ناني برجر تكنيك من اسمها ناني برجر يعني من نحطها براحة البيشينت ريلاكس وكلش يعني على راحت نقول لك وش لا سوي لا نضغط منها ننطق إليها يخلي الدنشر واحدة بجرد بس ناخذ بس ندفعها شوية يعني يعني بس نحط البرشين وناخذ ها منسب من نسلط الضغط بين البرشين يعني من نضغطها بالبيشينت موف ندفعها مثلا بالأبر أو باللور بس نحطها هاي 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 راح تجيني يعني ثابت بس رتنتف ما بي رتنتف شنو يعني يعني لطشة بالماف ماكو توقع يعني رتنتشن قليل راح تلقاه زين هاي سموها نانوبرجر تكنيك أو ميوكوستاتيك ابرشين تكنيك يعني مرات ما نجيب شو تجيب لكم بالأسئلة عرف ميوكوستاتيك ابرشين تكنيك أو شون يقصد ميوكوستاتيك مرات لا يقولك شون نقصد نانوبرجر تكنيك يعني المصطلحات الاسم بين القوسين مهم مرات يقولك شنو اسم الثاني لميوكوستاتيك ابرشين تكنيك طبعا هذا يعتمد على كل الأشياء يعني يعني هذا الاسم بين القوسين مهم مهيج يعني بما نحفظه لا نحفظه لازم النو الثاني شنو يسموه ميوكو كامرا سفر يوه فاكشن ميوكو كامرا سف فاكشنال ابرشين تكنيك برجر تكنيك دعني ثلاثة اسماء لنفس التكنيك كل هين نفس الشي هذا شنو اكيد من هو من اسمه برجر تكنيك فاكشنال تكنيك يعني شنو يعني من نحطه نسلطه برجر نسوي ضغوط وهاي الضغوط يعني نكاتبه لك اكو تو تايب او بن ماوث و كلوز ماوث او بن ماوث يعني انا ادفع على امر شن بضغوط انا ادفع على امر شن بضغوط اخذ برجر للماوث كلوز ماوث شنو هو مو نقول له نقول له اطبق رح يطبق هو يسلط امر شن يعني باللوار يدفع على الابر مثلنا والابر يدفع على الابر يعني بالضغوط مال تمال سدت الماوث رح يحصل نحصل هاي الامبرشن سموها برجر تكنيك اكو نوع ثالث سموه سلكتف برجر امرشن تكنيك سلكتف يعني اختياري هذا شنو اكو مناطق بالماوث يسموها ستريس بيرنج ايريا ماشي فستريس بيرنج ايريا اكو برايمري ستريس بيرنج ايريا اكو سكندري ستريس بيرنج ايريا اكيد ما اخذي هذا اكدو ودعا ما ما اخذي فهذا خليصير مثل يعني الواجب او الفلشي يعني بحيث تتراجعو يعني بس رح هنلمح ببعض الشغلات بالماكز اللي البوستيرير رج مثلا والفلات ايري اوف دا بلت هاي تعتبر ستريس بيرنج ايريا برايمري ستريس بيرنج ايريا المان دبيل شنو عدنا البرايمري ستريس بيرنج ايريا البوكال شيالس ايريا والريترومولار باد ايريا طبعا يعني هذاني يسمون يعني يسموها برايمري ستريس بيرنج ايريا يعني شنو يعني الضغط بهاي المنطقة عادي يعني نقدر نضغط هاي المنطقة ها مناسبة صدق الماكزلة ودين الثاني نصلط ضغط بهذه مناطق يعني سنريد ناخذ امرشن للأبر بطريقة الـ SelectiveBrugger مريد ناخذ امرشن للأبر وين نضغط أصابيع هنا ونضغط نضغط بالـ Posterior Ridge يعني الريج مالة الأبر من جهة البوستيرير والـ Third Area of the Billet يعني على البلت نضغط يعني بالبلت وبالرج نضغط بس بهذه مناطق سموه SelectiveBrugger technique يعني بس بهذه مناطق اللي هي سموه Strasse Pairing Area Primary Strasse Pairing Area يعني وان اكو primary stress bearing area نضغط بيها زيان اكو لا secondary stress bearing area وباللوارهم كذلك اكو مناطق نضغط بيها بوكل شيلث area ورتروم والارباد نضغط بهاي مناطق زيان non stress bearing area secondary stress bearing area شنو هاي هاي مناطق بيحتاج ضغوط يعني بهاي منطقة ما راح نضغط نضغط بس بدي شرقين عليهم بالبداية شن هنا مناطق اللي non secondary stress bearing area اللي هي anterior بالابار الانتير الرج يعني هاي الرج اللي هنا والروقي area منطقة الروقي area زين ايه انتير الرجي صحيح المانديبيلا شنو الانتير الرج يعني جهة الانتير الرج والسلوب يعني نازل من الرج اللي جو المهم ما اريد لكم هذا تكتبوا حتى من منصر كل شيء تيكالي مثلا بس هذا كتبوا يعني شووا بعد سنباحث عليها شوفوا شنو يطلعنا شنو هنشتة stress bearing area ففكرتها هاي شنو مناطق نسوي بيها stress bearing يعني مناطق نسوي ضغوط مناطق ما نسوي ضغوط يعني الاولى ما اكو ضغوط التكنيك الاولى تكنيك الثانية اكو ضغوط تكنيك الثالثة اكو مناطق بيها ضغوط مناطق ما بيها ضغوط بكل بساطة زين تذكرون قينا ما ناخذ يعني من نسوينا final impression ما قصد من نسوينا هاي special tray كملنا مو قبل ناخذ final impression اكو شغلة نسويها قبل ما نحط المادة ما لل final impression داني نقلنا عليها بالبداية السيليكون زينك اوكسايد يوجينو impression blaster مو قبل نحطها على special tray وناخذ لا قبل شوية قلنا ننقص توم الليم من ال special tray هس راح نعرف شون فايدتها مو نقصنا توم الليم اكو فد مادة يسموها tracing compound يعني عدة مواد واحدة من الادة يسموها tracing compound المهم راح نحط فد مادة هنانا بهاي يعني مو شلنا من الأكريليك توم الليم راح نعوض هاي التوم الليم يعني نرجعها نحط همين اتوم الليم مرتو اللغ بس نحطها بمادة فد مادة هاي شنو فايدتها على موضة تسويلي border molding شنو ال border molding اكو فد فيديو راح ادزلكم الرابط مالته شوفوا border molding شنو هاي حركات نسوي الهيال impatient مثلا نجر الادع يعني لللب يعني للبوكال vestibule lower lip يعني اكو مناطق نحط نسوي لهم بيه حركات يعني الابر اللي بمثلا نرفعها ونطلعها وننزلها ونرجعها ندفعها عليها يعني شوفوا الفيديو شوي وضح بعض الشغلات حتى داتوا تكتبوها بس كتبوا border molding قبل اطلع لكم فيديو حلو ومنتب المهم فنحط هاي المادة زين اخو احنا شو هدوخها نشيل توم الليم من الأكريليك وبعدين نحط مادة همين توم الليم خو ما نشيل ها التوم الليم الليم الشلناها هو شنو شنة شلنا اكريليك رج رجد يعني ما نستفاد يعني قوي فحطينا مادة على موز شنو ترسم لي ال border من اسمها border ترسم لي ال border مالة الماث ال border مالة الفيستبيول وجماعتهم فرينا من الأشياء يعني دائما دائر الرج مو اكو border رح ترسمهم نرسمها وين بهاي التوم الليم المادة اللي حطيناها شنو المادة اللي نحطها كما كاتويلك اكو اما tracing compound نستخدم هاي فد قصي صار خضرا هاي كتبوه ممتع نشوفش طلعكم هاي عصي خضرا صير او نستخدم poly ether يعني مفد مادة نحطها هنانا ونسوي هاي ال border مالة المالة اللي قلنا عليها كتبو border مالة موفمت مثلا فالموفمت رح نسوي رح نرسم اللي بولي فرينا مقلن و الفيستبيول كلهم رح يرسم وين على هاي المادة اللي حطناها التوم الليم زين هاي فكرتها رح نحصل مور ديتيل يعني هاي شكل المصل بهاي المنطقة بالفيستبيول يختلف عن شكل المصل منها مدري شون منها فشون رح نحصل هنداني بهاي المادة اللي حطناها بالتوم الليم انكريمانتال تكنيك شن يخصد يخصد احنا مو قلنا اكون نوعين بولي البولي ايثر والترينسيق كمباون خضرات السرق او الوان حسب يعني هاي من اللي دي نحطها من نحطها كلها على داير مداير شو كده اكو صورة هاي شوفوا هاينا مثلا توم الليم اقل منها شوف شون طالعه اقل بتوم الليم فهاي شون رح نعوض رح نعوض بهاد مادة سنشوف هاي هاي الابر هاي المادة يسموها تريسيق كمباون وهاي باللور تريسيق كمباون داير مداير هاي بوردر احنا مش لنا توم الليم عوضناها بهاي توم الليم بهاي المادة يقصد بها Ancrement يعني نحط بس من جهة الانتيريار بس مننا نحط وندخلها بالبنشيط ماث نرسم جهة الانتيريار ورا شنسوي ندخلها بالبستيريار بس مننا يعني نحط بس هنا ونأخذ إمبريشن ونرسم جهة البوستيريار وراء نجي منا نرسم جهة الجهة الليفت الريت منا يعني جزء جزء يسمو إني كريمانت إني كريمانت إني كريمانت التكنيك هاي ونستخدمه بالتريسي كامباون او لا قدنا بولي إيثر قبل نحط قطعة واحدة مثلا شون السهل قطعة واحدة نحطه وطور هادها ما ينزينك نحط كل قطعة واحدة ونأخذ إمبريشن مو جزء جزء يعني لا كل قطعة واحدة هاي الفرق التريسيج كامباون يعني بولي إيثر اللي هي 2 step وال 1 step إذن كنت نشوفوهن الحركات وشوان يرسمهن هسا نيجي بوكسينج إمبريشن منصب إحنا صار عدنا إمبريشن أخذناها تكملنا إمبريشن طبعا محط سوانها هاي مناسبة من سوان هذا البوردر مولدي سوان التريسيج كامباون والبولي إيثر دائر ما دائر دائر ما دائر الريج يعني مو نحطناها على البوردر هسا منكملنا هاي الخطوة شو راح نسوي راح نحط هذن المواد اللي قلنا عليها ناخذ بيهن هذن يكون هن راح نحط هن بهاي الريج اللي هي الريج وناخذ إمبريشن هسا من ناخذ إمبريشن طلعت إن إمبريشن موجودة نصبها بستون كاست ستون يعني ش طلعنا الكاست شنو طلعنا فاينال كاست أو يسموه ماستر كاست زين فهذا الكاست مو قبل هي شي يعني هاي الريج يقولك مو قبل تحطها بستون وتصبها هو تقدر مو ما تقدر ما كفش شي ما تقدر تقدر بس عاود على مو دفت يفيك شوية يقولك اكف الطريقة هاي على مو دي تصبها شو نسوي ذنني يسموه تايب أو فاكس فور بوكسن بوكسن يعني عمود من نسوي فاد بوكس يعني فاد شي مثل الصندوق يحضن لي للإمبريشن اللي هي الفاينال إمبريشن على مو دي من نصبها تطلع لي كل الدتيال زين شنو هن سموها بايندينغ واكس هاي فاد واكس ستراب من الواكس نحطها داير ما داير الفاينال إمبريشن وراها شنسوي نجي نحط بوكسن واكس شيت ما الواكس نحطها بصفة هذا الحبل اللي داير ما داير شيت من الواكس حطينا ومن جوة اللي هي بيسب ليت واكس من جهة اللينغ والسايد هم يعني نحط شيت واكس فاش صار صار عندي صندوق محيط بالفاينال إمبريشن فمن نصبها راح تنرسم لي البوردر Latex داير نشو دايرك الصور هاي شوف هاي الفاينال إمبريشن هاي هاي مو فينا إمبريشن سوى لك اول شي هذا اللي قلنا عليه الستراب اللي سوى يعني داير ما داير حبل داير ما داير الفاينال إمبريشن اللي قلنا عليه اللي سموه البيندينغ واكس هذا بانديق واكس حطه داير مداير خوش هذا شوفه داير مداير بانديق واكس مو كلش قريبه من الرج بعيد عالية شوية يعني من نصبها تبين هاي الملامح معالم مالتها فسوين هاي داير مداير ورا شنو نجي نسوي بوكس هذا 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 البوكس اول شي هذا طبعا نعم سوي متعل بس هو تقدر تستخدم الشيت نفس الشيت واكس هذا الاحمر الجوه هو هذا البانديق واكس اجينا حطانا داير مداير هذا اللي بجلل شنو الشيت العادية اللي نستخدمها احنا سميها بوكسينج واكس وانا بوكس وهاي جوه من جهة التانج هميانا واكس موجود نفس اللي استخدمناه هميانا الشيت واكس سموها بايسبل ايت واكس هميانا همشيته من الواكس هسا مني جو نصبها راح تطلع لي كل الديتيال معلين امبرشين يعني فهو فشي حلو مومو يعني مرتب وصدق كالشي مرتب كاتب لك الادفانتج يقول لك شون المشاكل اللي صحير متجي التراي عادل يعني متتقعد مضبوط انسفشت ماتيريا ما مستخدم ماتيريا هواية ماخذت قبل شو مشكل صحيح ما صلت الضغط كافي فما صارت تصعدك مشكلة فما صار يعني هنانا اقول لك فولت يعني مشاكل الصير المهم يعني مايوك مشاكل يعني اذا بدأ الدوام ان شاء الله ما ادش وقت هو يبدي فكلش ضروري انه اذا صارتكم فرصة ويعني اذا تعدكم انترست هيتشي يعني لبروستك كلش يحتاج يشوفون شغل فروحوا للعيادات مرحلة خامسة يشتغلون هيتشي شغلات هم بعدهم يعني بعضهم بالبداية بعضهم بالها فشوفوا الامر شون ياخذوها وشنو مواد اللي يستخدموها على الاقل بس سألوهم شنو فالشي من يشوف يعني تقول لك عادة بأدو الصحفيين الصورة بألف كلمة فانت يعني يقول لك مو كما تكتب لي جريدة راويني صورة كافية هاي معبرة حتى قرايتنا همينا من نباوع الصورة تغنيني يعني كون شغلات ليش لان قراءة الصورة يعني تسترجع يعني من اذا تذكر في المعلومة اذا انا حاطها وخازنها ببالي على شكل صورة استرجاعها للمعلومة من اريدها اتذكرها بالامتحان بأي وقت اتشان اسرع من ما بس كتابة وجرد ويجي حاتش يكون فأي شي تقرؤ مثلا وخاصة لبروستاتيك خيكون ولمبريو مثلا خيكون على صور يعني اي كما ما اعرفت شنو اي صداقرة مثلا هاي هنا border of the both كاسمتش اكتبها بالانترنت اشوف شن الصور عليها الصورة كلش مهمة بالصناعة على مدى تقرب لي الصورة وتخيل تخيل الموضوع وين ده يصير احنا وقتكم همين اقتوا واحدة من الميزات تقدرون تشوفون المرحلة الخامسة شون يشتغلون اكو فيديواء او تصور كل شو هاي ففرصة همين هي ما اطول كلية يعني هي تعليم فواحد يروح يتعلم ويستفاد كلش حلو وخاصة هاي محاضراتكم من المرحلة الثانية تماما رح اطبقها بالمرحلة الخامسة رح اطبقها تاخذها نظري واتطبقها على البيشينت فكلش مهم نفهمها يعني كلش كلش ضروري واسفين جدا ضيعنا من وقتكم هاي اخاف ان شاء الله استفاديتوا بالمحاضرة اليوم التاريخ ساعة يوم تسوة عشر تلافة عشرين التوفيق ان شاء الله بي ماله اشتركوا في القناة